نتواجد الآن في قاعدة بلد الجوية هذه القاعدة التي لطالما كانت طيلة الأسابيع القليلة الماضية مركزاً للخبر من خلال الاستهداف المتكررة للفصائل المسلحة لهذه القاعدة وبمناسبة الذكرى التسعين لولادة القوة الجوية العراقية ارتأت الحكومة العراقية أن تكون هناك زيارة خاصة لوسائل الإعلام لهذه القاعدة لتبين أن هذه القاعدة ما تزال تعمل بكامل طاقتها أما السؤال عن الاستهداف المتكرر لهذه القاعدة من قبل بعض الفصائل المسلحة فيكمن في وجود هذه الطائرة طائرة F-16 العراقية التي لطالما كانت تحقق ولا تزال تحقق تفوقاً على الجماعات المسلحة بالإضافة إلى العناصر الإرهابية تفوق يحسب لصالح القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي بصورة خاصة أما إن تعطلت مدارج هبوط وإقلاع هذه الطائرة فإن ذلك سيفقد القوات الأمنية العراقية والقوة الجوية العراقية على وجه الخصوص عنصر التفوق والمبادرة من قاعدة بلد الجوية حيدر لاسدي سكاي نيوز عربية